قلينا نفصل فيها هذه بما أنه بدأنا من كييف اليوم لم تستخدم طريقة نفسها في التعامل مع كييف والتي استخدمت في خاركيف مثلا أو في خيرسون موضوع القصف والتدمير بشكل كبير كيف تفسر هذا الأمر وكيف يمكن فهم التكتيك العسكري المتبع مع العاصمة كييف من قبل الروس طبعا إذا ما قيفت أي مدينة من المدن الشرقية أو ولاية من الولايات الشرقية كمساحة وعدد سكان لا تقارن بكييف كييف عندما كان الاتحاد السوفيتي كانت العاصمة الثانية وأحيانا كنا نقول للخبراء الروس في المطارات السورية أن كييف هي العاصمة وليست موسكو كييف يعني مدينة كبيرة جدا وكييف أم العقول وأم الخبرات هكذا كنا يعني نلمس من خلال احتكاكنا بالروس أيام الاتحاد السوفيتي لكن لماذا لم يلجأ بوتين إلى سياسة التدمير والأرض المحروقة مع كييف حتى الآن مع كييف لا يزال بوتين يعني يتأمل أن يوجد مخرج يوجد مخرج لإيقاف الحرب أو يعني إيجاد حلول وسط تحفظ له ماء وجهه الغرب وأمريكا هم الذين فتحوا له هذا المنزلق وأزلقوا فيه ولم يعد يعني لديهم الاستعداد لإنقاذه مرة ثانية هم يريدونه ويبقى في هذا المستنقع ولتذهب أوكرانيا يعني هم لا أخلاق ولا عواطف ولا مشاعر ولا هذا الحقي كله للمتاجرة فقط أما الحقيقة أنهم يعملون على الآلة الحاسبة يعني ليموت مثلا خمسة مليون في أوكرانيا يموت خمسة مليون في أوكرانيا هو حساباته ماشية سواء كان الغرب أو الشرق هكذا هي حسابات هذا العالم الذي يدعي الحضارة لكن بالتكتيك العسكري المتبع سعات العقيد يعني مثلا بخرسون ربما توقع البعض أن تشهد حرب مدن كأنه الآن في قرار من القوات الأوكرانية بالانسحاب وعدم خوض حرب مدن في خرسون أو حتى في ماريوبل طبعا لأنهم يعرفون أين يستطيعون أن يقاوموا وأين يخسرون لذلك نلاحظ أن الولايات الشرقية كاملة يعني من الجنوب إلى الشمال شرقا كلها لم تقاوم المقاومة التي يفترض أن تقاوم بها أما بالنسبة لكيف ولماذا لم تقصف الكييف أو لم يقدم بوتن حتى الآن على القصف بالأسلحة الثقيلة الكييف كبيرة ومساحتها كبيرة وعدد سكانها ضخم وإمكانية المقاومة فيها متوفرة وموجودة فهو لا يستطيع أن يقصف قصف ثقيل يعني نصف قصف إما أن يحرق كيف حرق كامل وإما أن يحاصرها ويلجأ إلى سبل الدبلوماسية والأخذ والعطاء لعله يستطيع أن يصل إلى حل يحفظ لهما من متابعتك ترجمة نانسي قنقر